موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين في كل مكان طيب الله ووقاتكم اطلال جديد لبرنامجكم الحدث عبر شاشة عمان الرياضية نستطيع أن نكون معكم خلال حلقة اليوم لنتابع مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية إلى جانبي ضيف الحدث حيث نحرص دوما أن نضعكم على مقربة من الأحداث الرياضية حديثنا اليوم إن شاء الله وبشكل مستعى أن اتضافة السلطنة للكونغرس الأساوي الهوكي بحضور 33 دولة أساوية وكذلك كأس السوبر للهوكي بين النصر والسيب وبذنها سيكون لنا حديث آخر حول فوز فريق عمان تل برقب سباق 24 ساعة للتحمل لمنافسات الكارتينغ فأهلا وسهلا بكم معنا في الحدث من المشاهدين الكرام نبدأ وياكم جولة هذا اليوم مع الخبر الأبرز على الساحة المحلية حيث نجح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من تسجيل نتيجة تاريخية بفوزه العريض على بوتان بـ 14 هدفا دون مقابل ضمن الجولة الأولى من التصفية الأساوية المؤهلة لكأس الأمم الأساوية 2019 بالإمارات لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بداية مبشرة وأهداف غزيرة خرج بها الأحمر أمام بوتان في بداية المشوار العسيوي الأحمر صالى وجال وسجل من كل حد وصوب حتى أصبح تاريخية مع صافرة الختام المقبالي كانت له حصة الأسد بسداسية وسوبر هاتريك من الهاجري البديل في أول مباراة رسمية الضيف بوتان ظهر بلا حول ولا قوة ولم يلتقط أنفاسه حتى باغته عبد العزيز المقبالي بالهدف الأول في الدقيقة الأولى بعد انفراده بالحارس ومن تمريرة محكمة من محسن جوهر بعدها تنافس لعبون على إضاعة الفرص وضيع اليحمد فرصة سهلة وأبعد مدافع بوتان هدفا محققا بعد ركنية سعد سهيل سهولة الوصول لمرمى الضيف أرغمت كانوا على التقدم وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين بعدها لخمس دقائق ويضيفه محسن جوهر الثالث من تسجيلة قوية من خارج المنطقة ثم أضاف عبد العزيز المقبالي الهدف الرابع للأحمر وثاني له شخصيا المنتخب بدأ كأنه يلعب وحيدا في الملعب وضع سامي الحسني هدفا خامسا بعد تمريرة رائعة من محسن جوهر لكن الاحسني ترك مهمة التسجيل المقبالي بعد عمل جماعي مميز وتمريرة بالرأس من رائد إبراهيم بدور المقبالي لم يترك الشوط الأول ينتهي وسجل السوبر هاتريك والسادس للمنتخب وناد العوض يابان ينتهي الشوط دون ترك اسمه في قائمة المسجلين بعد رأسية رائعة سبعية الشوط الأول أعطت المنتخب الثقة بدخول الثاني برغبة في تسجيل المزيد التقيقة الزائدة جعلت كانوا يخطي أمام مهاجم بوتان الذي خطف الكرة واتجه صوب الحبسي لكن محمد مسلمي أنقذ الموقف الدقيقة الثانية والخمسون شهدت الهدف الثامن للأحمر بعد مجهود رائع من اليساري علي البسعيدي أنهاها مدافع بوتان في شباك فريقه من سعيد ووليد السعدي أعطي الفرصة لسعود الفارسي يدخل بديلا عن سامي الحسني والهاجري بدل المميز رائد إبراهيم عبد العزيز فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله للهدف التاسع والخامس له بعد عرضية مثالية من سعد السهيل الذي شارك في أكثر من هدف بعرضياته الهاجري وبعد دخوله بدقائق أضاف العاشر بعدما تبادل الكرة مع محسن سددها من تحت هارس بوتان وعاد وسجل الهدف الشخصي الثاني له بعد تمريرة من المقبالي بعدها فضل المدرب مهن سعيدي راحت كانوا وإعطاء الفرصة لحارب السعدي عبد العزيز المقبالي لم يكتفي بأهدافه الخمسة وأضاف السادس بهدف مشابه لهدفه الخامس وضيف أكمل باقي دقائق المباراة أدية واجب لأكثر ولا أقل وهذا ما حفز خالد الهاجري لإضافة هدفين آخرين الأول من ركلة جزاء والثاني بهذه الطريقة أعلن بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بمهرجان أهداف لمنتخبنا الوطني وبداية تبشر بأمل قادم وإن كان المنافس هو بوتان ونبقى مع صداء فوز المنتخب حيث تحدث لاعبي منتخبنا عن الفوز العريض بعد ليلة تميزة بالغزارة التهديفية في برمى بوتان دعونا نتعرف لأبرز تصريحات اللاعبين بعد المباراة التاريخية طبعا أحبب أبارك أخوان اللاعبين على الفوز وأشكر الجماهير الصراحة التي كانت موجودة اليوم أكيد المباراة على أرضنا ثلاث نغاط مهمة بالنسبة لنا الكل كان يطالبنا بالفوز الحمد لله رب العالمين الشيء المهم الثلاث نغاط والأداء يعني المفروض يكون أفضل بس مثل ما قالت لك أنا أي مجموعة عندنا لازم نباراة لنباراة نأخذها بثلاث نغاط أعتقد بنا أول مباراة وأداء وروح أعتقد بنا بالنسبة لنا ومع تسجيل عدد كثير من الهداف يعطينا دافع للمباريات القادمة والتقديم أفضل ما عندنا أعتقد بنا لجميع اللاعبين أنهم كانوا قد المستوى وعند الموعد درسنا قبل المباراة الخصم وعرفنا الضعفة وضغطنا عليهم القدام الحمد لله رب العالمين أعتقد أن الفريق لعب مستوى جدا كبير لا تنسى أنك تسجل 14 هدف مباراة ما أعتقد بشيء سهل وضح تركيز اللاعبين من برياية الشوطة الأول حضورهم الذهني والبدني ونقاط الضعف اللي كان فيها المتخب البوتاني أعتقد أن الكبتم هنا ندرس الفريق بشكل جدا إيجابي الحمد لله قدرنا أن نتعامل المباراة بطريقة جدا مميزة هو شيء أحب أبارك للقمهور العماني وكل الناس اللي حضروا المباراة وكذلك الناس اللي ما حضروا المباراة الحمد لله نتيجة ولعب مستوى قدموا الشباب بشكل قيد نحن نقول عملنا معسكرين كمدرب جديد اللي هو بين في برك فهذا المعسكرين ما لعبنا فيهم وديات ممكن كانت الصعوبة أننا ما لعبنا في وديات لكن الحمد لله أعطى أولمين علي الحبسي فقال حدود فهو يرد على كل من كان يشكك بأن العمر حدود ليقدم واحدا من أفضل مستوياته مع فريقه لإنجليزي ريدنغ وهذا ما جعله يدخل قائمة الأفضل في الموسم حيث اختراع علي الحبسي حارس مرمال منتخب الأول ونادي ريدنغ ضمن قائمة تشكيلة الموسم في دوري الدرجة الأولى للدور الإنجليزي وذلك بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع ناديه الذي بات يحقق نتاج وضعته مع المنافسين للصعود إلى دور الكبار وأثناء الحبسي على المساند التي يلقاه من المحبين والمشجعين وقال بأن طموحاته لن تتوقف لتحقيق الأفضل وبعيدا عن كرة القدم استرد فريق نزوة بطولة دور عام السلطنة لكرة السلة يوم أمس وذلك رغم خسارتهم الاتفاق 78 مقابل 65 في حين حل أهل استافية المركز الثاني بعد تغلبه على السيب الذي احتل المركز الثالث في سلم الترتيب لمزيد التفاصيل في سياق التقرير التالي توج فريد بن خميس الزجالي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة نادي نزوة بطلا لدور عام السلطنة لكرة السلة للموسم الحالي نزوة الذي استطاع حسم اللقاء مبكرا بعد فوزه المثير على السيب في الجولة الماضية فعلى الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشرة دخل نزوة بطل المسابقة اللقاء أمام الاتفاق الباحث عن المركز الثالث وهو يعلم أن نتيجة المباراة لن تؤثر على تتويجه عقب اللقاء نزوة تقدم مع نهاية الربع الأول بعشرين نقطة مقابل ثمانية عشر وفي لقاء قوي من أجل خطف المركز الثاني تفوق أهل إزداب على نادي سيب بخمسة وستين نقطة مقابل أربعة وخمسين المباراة كانت قوية من الطرفين كون الفريق الفائز سينال وصافة الدوري الفريقان تبادلت سيطرة على المباراة وكلمة الحسم ذهبت في النهاية لصالح أهل إزداب بعد المباراة قام راعي الحفل بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث نال نزوة المركز الأول وحل أهل إزداب في المركز الثاني بينما ذهب المركز الثالث لنادي سيب والرابع لنادي الاتفاق ونبقى مع كرة السلة حيث اختتمت بمجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر أمس حلقة عمل إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية التي نظمتها اللجنة النسائية باتحاد كرة السلة وذلك بمشاركة ثلاثين متدربة من خصائيات النشاط الرياضي ومعالمات الرياضة مراسية وموظفات وزارة الشؤون الرياضية والمهتمات بلعبة كرة السلة بمحافظات مسقط وجنوب وشمال الباطنة وذلك في الحلقة التي قدم جلساتها النظرية والعملية المحاضر الدولي هشام بن سالم العدواني ومدرب المنتخب الوطني ماركو وطارق بدوي المنسق الفني بالاتحاد ونتقل وإياكم مشاهدي الكرام إلى خبر آخر حيث تعقل جمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة السلة في الساعة الرابعة من مساء اليوم اجتماع لمناقشة عدد من المواضيع التطويرية والسعراض ما تم إنجازه وذلك في الاجتماع الذي يترأسه فريد بن خميسة زجالي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة وبحضور أعضاء دارة الاتحاد والأندية المنتسبة للاتحاد وذلك بقاع الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بالغبرى وسيتناول جدوى العمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالاتحاد تتواصل لمنافسات سباقات الخيل الأهلية على مضمار مزرعة الرحبة لسباقات الخيل والتي ينظمها نادي سباق الخيل السلطاني بشؤون البلاط السلطاني حيث شهدت الجولة الثامن عشر مشاركة أكثر من مائة وخمسة وستين خيلاً من مختلف ولاية السلطنة نتابعوا إياكم هذه التفاصيل قبل جولتين من ختام موسم سباقات الخيل الأهلية عزف مائة وسبعة وستون فارساً سمفونية رائعة وهم يمتعون الحضور بمهاراتهم من على صهوات جيادهم وهي تعدو تثير النقع على ميدان سباقات الخيل بمزرعة الرحبة بولاية بركة في السباق الثامن عشر لهذه المسابقة التي لم يتبق منها سوى جولتان الفرس بصائر تقص شريط السباق في الشوط الأول لمالكها الشيخ سالم بن راشد البلوشي والفارس سيف بن حمد البلوشي وفي الشوط الثاني يتوج الفارس عامر بن علي الراسبي وهو يمطط الحصان اي اف ظني باللقب والمالك علي بن يوسف البلوشي أما المهر جرناس مسقط لمالكه السيد منذر بن سيف البوسعيدي والفارس ابراهيم بن خميس الهنائي فقد خطف لقب الشوط الثالث شوط الميل ويفرض الحصان جبر اسلوبه على مجريات الشوط الرابع وهو يتوج باللقب لمالكه يحيى بن راشد المسروري والفارس عيسى بن محمد البلوشي وفي الشوط الخامس والمخصص للخيول العربية الأصيلة يخطف الحصان المنذر لقب الشوط لمالكه نصر بن ناصر المفرجي والفارس أنس بن سالم السيابي ويتمكن الحصان إيريبيان سكايز من حصد لقب الشوط السادس لمسافة ألفي متر لمالكه سعيد بن عامر الريامي والفارس عيسى بن محمد البلوشي ويضرب حصان الخيالة السلطانية التيكو دوكايرو موعدا مع الألقاب حين استطاع الفارس محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن من الوصول إلى خط النهاية بكل اقتدار وتتواصل إثارة أشواط السباق حيث استطاع الحصان ديباو كينج من خطف لقب الشوط الثامن وفرحة مالكه ياسر بن حمود الكندي والفارس أسعد بن علي السيابي ليكون مسك ختام هذا السباق الشوط التاسع شوط الإثارة والمتعة حين تمكن الحصان آربي ماجيك مان من خطف لقب الشوط التاسع للمالك أحمد بن حمود النهدي والفارس عبد العزيز بن فهد البلوشي الختام تكريم الفائزين أصحاب المراكز الأولى في الأشواط التسعة في هذا السباق عبد الله بن عامر ألويهي من مزرعة الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة اشتركوا في القناة نحن هناك مع شغف الجماهير وحماسهم صدى الجماهير عبر قناة عمان الرياضية استعراض يومي لجديد الصحافة نطرح من خلاله أهم الأخبار بحيادية وموضوعية نقدم لكم الخبر بحقيقته الكاملة عناوين عبر قناة عمان الرياضية أهلا وسهلا بكم جديد المشاهدين الكرام وطبا مساءكم بكل خير ومع فقرة ضيف الحدث والتي سنتحدث من خلالها عن استضافة سلطنة لكونغرس الأسويل الهوكي بفندق جراند ميلينيوم الذي سيحتضن كافة الفعاليات لهذا الكونغرس بحضور 33 دولة أسوية بينهم سد والعربية هي السلطنة والإمارات والسعودية وقطر والعراق والبحرين كما ستكون لنا وقفة في هذا الحوار عن السوبر العماني الهوكي والذي سيجمع بين نصر واسي حيث إن شاء الله مستع وتفاصيل أكثر رح نتحدث عنها مع دكتور خميس الرح بيامين سر الاتحاد العماني الهوكي أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك أخي الكريم بارك الله بك يا مرحبا وسهلا بك نرحب فيك في برنامج الحدث وإن شاء الله حديثنا من خلال هذا اللقاء سيتمحه ورحوله موضوعين الكونغرس الأسوي الهوكي وكذلك السوبر العماني الذي يقام لأول مرة هنا في السلطنة في بلاي نتحدث عن الكونغرس الأسوي الذي قام هنا في السلطنة غدا إن شاء الله بمشاركة 33 دولة التحدث حول أهمية استضافة السلطنة لهذا الكونغرس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد ونشكر فضله نصلي وسلم خير المرسلين حقيق في البداية أشكركم على الاستضافة الطيبة والتسليط الضوء على هذا الحدث المتميز والذي طبعا تترقبه السلطنة بشكل عام والرياضيين وإسرة الهوكي بشكل خاص ألا وهو طبعا استضافة السلطنة الكونغرس الاسيوي إن شاء الله يوم غد تاريخ 30 مارس بفندق جيراند ملينيوم إن شاء الله طبعا هذه الاستضافة طبعا هي استضافة لأول مرة في السلطنة تستضيف التحاد الهوكي وهذا طبعا شيء مشرف لمقلس إدارة التحاد الهوكي والرياضي في السلطنة عمان بشكل عام وهذا له طبعا نتائج إيجابية راح تنعكس على تطوير لعبة الهوكي وعلى أيضا الاستفادة من البرامج اللسوية والبرامج الدولية في هذا اللعب بالتالي باللعبة الهوكي إصدافة كونجرس أكيد على مستوى سوى مشاركة كبيرة من الدول إيش النتائج اللي ترقوها السلطنة من إصدافة مثل هذا الحدث الكبير هنا في السلطنة ومثل ما ذكرت لأول مرة يقام هنا على هذا السلطنة نعم هو طبعا النتائج مثل الأول إن شيك حضور 33 دولة متوقع إن شاء الله تحضر من بينها 6 دول عربية طبعا سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والعراق والسعودية وهذا طبعا أكيد أنه راح يكون لأول شيء زخم إعلامي ما يتعلق على السياحة في السلطنة عمان وإيضا لعبة الهوكي أيضا هناك راح يكون في الاستفادة من دعم البرامج المقدمة في الاتحاد الأسيوي أيضا سبقه وقمنا بالتوقيع الاتفاقية مذكرة تفاهمة بالاتحاد العماني الهوكي والاتحاد الأسيوي الهوكي من من الاستفادة أيضا نحن نستفيد من برامج المقدمة إذا كان ما يتقدم حل اللاعبين أو حل الحكام أو القضاء أيضا هناك الآن في صدق إن شاء الله راح المبادرة تطرح مقبل اتحاد العمان الهوكي وهي طبعا أن تكون سلطنة عمان هي لانطلاق المقر الرئيسي لانطلاق لعبة الهوكي بمقلس التعاون فهذا حدث زخم كبير إن شاء الله تعالى جميل يعني بكل هذه الفعاليات يعني ما شاء الله نشوف من الاتحاد العماني بالرغم من حداثة عهده خلال هذه الفترة ولكن انفتاح كبير على العلاقات الدولية على استضافة الأحداث الرياضية إيش الهدف من الاتحاد من قامة كل هذه العلاقات خاصة أنه قبل فترة أيضا كانت هناك زيارة لرئيس الاتحاد الدولي للسلطنة وبالتالي يكيد لها مية كبيرة للاتحاد وكذلك اللعبة الهوكيونة في السلطنة نعم هي أول شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى ثم أيضا تعرف الاتحاد رغم قصر المدة التي لها فيها لكن ما شاء الله أنه الجميع يعمل بروح الفريق الواحد أيضا في رؤية واضحة للاتحاد هدف كنا نسعى من خلال الاجتماع من قلس دارة أنه استضافة السلطنة هذا الحدث عملنا كل ما يتينا طبعا بالتواصل مع الجهات المعنية سواء كانت زارة الشهور الرياضية أو اللقنة الولمبية أو الاتحاد اليسوي حتى الاتحاد الدولي وسبق طبعا زارة السلطنة رئيس الاتحاد اليسوي ورئيس الاتحاد الدولي فبالتالي كانت هناك فرصة حقيقة حتى نستفيد من هذه البرامج من هذه الخبرات المقدمة وبالتالي يحضر على قامات أو على قامات رياضية رئيس الاتحاد الدولي يحضر رئيس الاتحاد اليسوي أيضا رئيس التنفيذ الاتحاد اليسوي بالإضافة إلى بعض الأمراء من بعض الدول العربية ذات القامات الرياضية في اللعبة فهذا أكيد أنه طبعا يعطي حرث متميز وراحت انعكس إجابية في مشاركة السلطنة وأيضا في دعمها في الاستحقاغات القادمة وفي أيضا استضافة البطولات القارية والدولية في السلطنة إن شاء الله وحتى أيضا وضع السلطنة في الخارطة الدولية على مستوى الهوكي ومثل ما ذكرت استضافة شخصيات كبيرة أكيد يضع السلطنة دائما في الأعين بمحكم منها استضافة مثل هذا الكونغرس وأيضا حتى رؤساء الاتحادات على المستوى الأقليمي والدولي أيضا نعم هو تعرف أخي العزيز المتميز به السلطنة من سمعة طيبة ما بين الدول العالم وأيضا المقاومات الموجودة في السلطنة لإستضافة هكذا فعاليات هذا بالطبع يسهل إستضافة هكذا فعاليات مثل الكونغرس يسوي وأيضا بتعاون حقيقة الجهود جميعا في مقلس الإدارة وأيضا على رأسهم الأخطب عن رئيس الاتحاد والأخوة جميعا بالإضافة إلى الإخوان أيضا الممثلين للسلطنة في الاتحادات القارية كان لهم دور بارد وهذا أكيد ينعكس إجابا في تطوير اللعبة وأيضا استفادة من البرامج وأيضا إذا ما كانت هناك فيه آلية لإقامة طولات وإقامة فعاليات في السلطنة بدعم من الاتحادات لسوية على هذا الحجم الكم 33 دولة فأكيد أنه راح ينعكس إجابا أيضا في إصدار بعض القرارات تنعكس إجابا على الهوكيب السلطنة إن شاء الله تعالى بالعودة للحديث عن الكونغرس إشياء هم المحاور اللي راح تطرح إن شاء الله في الكونغرس واللي راح يتم الحديث عنها في خلال القلصة اللي راح تتم إن شاء الله بكرة هو إن شاء الله طبعا اليوم الأربعة هو استقبال الوفود تبادل هدايا ما بين الوفود والمشاركة أذن للطلع على البرنامج اليوم الغد إن شاء الله غد إن شاء الله الخميس تاريخ 30 مارس يوم الخميس إن شاء الله فيندق جران تبدأ طبعا من الساعة 9 للساعة 12 راح يكون طبعا أول شيء مؤتمر صحفي حول مشاركة هذه الدول وإيضا المتوقع من إقامتها ونتائج التي تحكيها لهذا الكونغرس وتصليطة إذن ضوء على ما وصلت آخر للعبة الهوكي والهداف المتوقعة ثم هناك أيضا ورقة عمل اللي راح يقدمها اللي هو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للتحاد اللاسوي الدكتور طبعا طيب أكرم حول طبعا تطوير لعبة الهوكي وإيضا الاستحقاقات القادمة ورؤيته ومنهقية الاتحاد اللاسوي ثم طبعا آخر شيء هناك أيضا راح تكون ورقة عمل من قبل طبعا الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي أيضا الخطة العشرية اللي هو من 2014 إلى 2020 وما إذن تطلعه والرؤية المستقبلية لعبة الهوكي ما يتعلق بالاتحاد الدولي من الساعة 12 للساعة 20 راح يكون لك معنا بريكة وراحة للتناول الغداء الساعة 22 راح يكون الافتتاح الرسمي إن شاء الله تعالى تحت رعاية طبعا معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف الموقر وزير الشون الرياضية وطبعا جمع غفير من الناس المهتمين بصورة الهوكي أو بالهوكي من الساعة 22 ونص إن شاء الله راح يكون هناك في اجتماع للكونجرس الجمعية العمومية من الساعة 22 ونص إلى الساعة السادسة مساء إن شاء الله يعني بكرة أعمل راح يكون كبير إن شاء الله إن شاء الله ثم بعد ذلك طبعا من ستة إلى سبعة ونص اللي هو استراحة ثم بعد ذلك إن شاء الله نتوقع إلى مجمع السلطان قلبوس الرياضي بوجر الساعة السابعة ونص إن شاء الله تبدأ أو نتابع مباراة السوبر ما بين نادي النصر ونادي السيب إن شاء الله يعني حتى توقيت مباراة السوبر قافي توقيت مميز مع رفق الكونجرس وضع مع السوبر أو السوبر وضع معكم إلا نحن حاولنا أيضا بحكم وجود هذه الشخصيات وهذا الثلاثين الدولة وعلى رئيس الاتحاد الدولة ورئيس الاتحاد اليسوي وكبار هذا حاولنا أيضا نكون الحادثة أيضا دعم أول شيء للرياضة في سلطنة عمان وأيضا للطلاع على مواجه نعم يكون له زخم وخاصة في تغطية علامية وفي جمهور وفي كذا فحاولنا نكون الحادثين قريبين بعض عشان أيضا نعطي انطباعا للهوكي في سلطنة عمان والاستفادة أيضا من هذه الشخصيات الموجودة يميد وأعتقد نوفقته في مسألة اختيار الحادثين في نفس التوقيت نتكلم أيضا عن المشاركة العربية سد والعربية وعرفنا أن السعودية سيكون لها مشاركة بعالية المستوى هنا في هذا الكونجرس كيف ترى هذه المشاركة العربية مثل الدول أعتقد أنه سيكون مثري بالنسبة لكم مشاركة هذه الدول بلا شكل تأكيد خاصة في المنطقة يعني نحكام مسألة التعامل يعني ربما محتاجين ننشر لعبة الهوكي أكثر وطبعا بعض الدول الأول مرة تشارك هنا في الكونجرس في السلطنة وأعتقد مثل المملكة العربية السعودية واللي يمثلها طبعا المستوى أمير في هذا الجانب أيضا هذا يعني دليل على أنه راح إن شاء الله بفضل هذه الجهود راح ينطور من لعبة الهوكي بمجلس تعامل الدول العربية بشكل عام وطبعا هذه الدول العربية لابد أيضا لها دعم في المواقف سواء كما تعلق الاتحاد لاسوي الاتحاد الدولي فتشريفهم لهنا أيضا نستفيد المخبرات هم تبادل الخبرات أيضا ننقل رؤى وأفكار طبعا شوف تكون موحدة لأيضا طبعا تطويرها في الاتحاد لاسوي أو الأخذ كمبادرات للعمل بها في الاتحاد لاسوي إن شاء الله جميل هذه المشاركة أيضا يعني استضافة الكونغرس من خلال يوم الغد ما شاء الله اللقاء الدولية معكم توسعت كثيرا من خلال الاتحاد الحالي الاتصافة إن شاء الله المستقبل راح تكون تصفية مؤهلة للعاب لاسوي في 2018 وإيضا سماعي عن استضافة موارية المنتخى الباكستاني في 2019 وبالتالي ما شاء الله عمل دقوب الاتحاد على استضافة لحداث رياضي هنا في السلطنة نعم هو أكيد طبعا المجلس سعى في الفترة الأخيرة يعني استغلال هذه العلاقات الطيبة ومثلين للمختلف اتحادات في الكونغرس وبالتالي هذا يعطيك أنت أيضا يعني دافعية لاستضافة هكذا بطولات وهكذا فعاليات فالعلاقات الدولية كان لها دور كبير طبعا استضافنا رئيس الاتحاد دولي والرئيس الاتحاد للسلطنة وهذا طبعا كان يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم أيضا بتكاثف الشباب وبيضا مثل ما قلت لك أيضا هناك في رؤية وفي واضحة من الاتحاد ومن مجلس الإدارة أنه نحن عندنا أهداف عندنا وخطة واضحة نسعى طبعا بعلاقاتنا الدولية وأيضا بالبرامج اللي ذوي عضوناها حتى نتحقق أو نستطيع التحقيق هذه الهجاب التي نسعي إن شاء الله إليها وقيد كل هذه الصوافات تفتحكم أفواق كبيرة مستقبلا في مسألة التعاون في مسألة كسب الخبرات مسألة أخذ بيوت الخبرة من الدول اللي لها باع طويل مثل ما نعرف نباكسان أيضا من دول المميزة دائمين في لعبة الهوكي ننتقل الحديث للآخر حول مبارة كاس السوبر اللي راح تقام إن شاء الله بكرة ما بين السيب والنصر لأول مرة تقام هذه المبارة كيف جاءتكم الفكرة في قامة بطولة أو مورة مختلفة بعيدة عن رزامة اللي تعاوننا عليه خلال الأعوام الماضية هو طبعا هذه ارتقام جلسة دارة قيمة هو يتقام لأول مرة كامبارات السوبر ما بين بطل الدوري العامل وبطل طبعا كاس صاحب الجلالة وبما أن نادي النصر كان بطل الدوري العامل 2016 وأيضا نادي السيب كان بطل كاس صاحب الجلالة لـ 2016 فأرتقينا نقوم طبعا هذه لأول مرة في السلطنة وراح إن شاء الله تستمر للأعوام القادمة وكل سنة إن شاء الله بإذن الله تعالى حسب خطة طور نظامة الاتحاد هذا طبعا راح يعزز من اللعبة ويضا لا تعرف أننا فترة طويلة ربما يتوقف الدوري ويتوقف هكذا بالتالي أيضا استمرارية التجهيز من قبل اللاعبين الجهاز اللي داهر الجهاز الفرن للأندية وكلما كان هناك في استعداد من قبل الأندية كلما كان رافض للمنتخبات الوطنية فأرتقينا تكون هناك أيضا مبارات السوبر والتشجيع وخاصة في هذا الوقت عشان تكون هناك أيضا استعدادات ملاندية وتشجيع للأخرى في السنوات القادمة حتى أيضا هناك يكون فائز أو البطل من الدوري والفائز من الكاس لأنه فيها أيضا مبارات السوبر حتى يتواصل العمل خلال السنة للتطوير والتجهيز لللاعبين بمختلف سواء كان الجهاز الداري أو الفني إن شاء الله تعالى وقميل أيضا إقامة مثل هذا البطول مثل ما ذكرت راح يكون لفوائد بحكم توقف الدوري توقف الكاس خلال الفترة الماضية أعتقد أنه قمعته في مبارات بكرة ما بين القطبين لهم يعني ما شاء الله البطولات وأيضا لهم سولات والقولات خلال الفترة والعوام الماضية السيب والنصر فاعتقد أن البرار راح تكون على مستوى عالي من الفريقين بحكم أيضا هم أبطال الكاس والدوري نعم يعني طبعا ناديين غنيين عن التعريف ما يتعلق لديهم بطولات وتاريخ حافل بإنجازات ما يتعلق لعبة الهوكي وطبعا يعني هم خير دليل أنه نادي النصر هو بطل الدوري ونادي السيب بطل الكاس وبالتالي أعتقد أنه يعني هذه المباراة ووجود هذا الاجتماع الكونغرس والزخم الإعلامي وأيضا الحضور المتميز راح يكون دافع لجميع الأندية والمحبين لهذه اللعبة من بذل جديد يعني مزيد من الجهد والعطاء لتطوير هذه اللعبة والأخذ بهذه الناس عن الاتحاد الأنساعي أن إن شاء الله يعني راح يكون هناك مقلال للكونغرس وراح إن شاء الله نعمل مبادرة أنه يعني إقامة أكاديمية للهوكي في سلطنة عمان أيضا يكون فيه انطلاقة للهوكي في سلطنة عمان لمجلس التعاون فهذا كله ينعكس على دورينا على طبعا اللاعبين على إقامة هكذا فعاليات مثل مباراة السوبر إن شاء الله تعالى جميل بأنك ذكرت الأكاديمية وين وصلتوا في الموضوع في مسألة إن شاء الله أكاديمية أعتقد أن تكون أول أكاديمية في سلطنة مختصة بلعبة الهوكي إن شاء الله والله ساعي الجهود والآن فيما يقال في اللامسات الأخيرة إن شاء الله راح ين أيضا بتعاون مع الاتحاد الأسوي إن شاء الله راح تطرح هذه في المبادرات اللي يطرحها مقلس القارة على الإخوان في الكونغرس الأسوي وإن شاء الله تكون مبادرة طيبة ليس فقط على سلطنة عمان والاستفادة منها فيه من كل جميع المنطقة وبالتالي راح تكون طبعا ضم جميع الخبرات ويكون هناك فيها أيضا يعني برامج محددة واضحة في هذا الجانب فإن شاء الله نأمل إن شاء الله تطرح ونحن من ضمن الرزنام اللي وضعناها إن شاء الله تطرح في الكونغرس الأسوي إن شاء الله تعالى جميل هذا بالنسبة لكم للفعاليات القادمة اللي هي الكونغرس وأيضا الكاس سوبر هل هناك أيضا فعاليات قادمة بعد الأحداث بكرة إن شاء الله بالنسبة لكم كمشاركات حتى المنتخب وحتى فعاليات مختلفة بالنسبة للتحال والله نحن من فترة كنا المنتخب انتهى من التصفيات في بنجلاديش الآن في استعدادات طبعا ما يتعلق أيضا للصلاة وما يتعلق أيضا للمنتخب أيضا هناك راح يكون فيه استحقارات الاستضافات طبعا لـ 2018 ومثل ما تفضلتها 2018 طبعا راح يكون باكستان أيضا هناك فيه معانا رزنام ولكن لأن لم يتم تثبت منها 100% نظرنا طبعا فيه هناك مخاطبات لبعض البطولات وبعض المشاركات لإستضافتها ننتظر أيضا الرد بالموافقة في هذا الجانب هناك رزنام حقيقة وضعه لأخوان في مجرس إدارة إن شاء الله سترى النور قريبا إن شاء الله تعالى بدنا إن شاء الله نتمنى لكم توفيق بكرة في قامة كاس سوبر وإضا في استضافة الكونجرس وحتى في الفعاليات المقبلة نشاكل لك الدكتور على حضورك لهذا اليوم وكل توفيق لكم إن شاء الله في عملكم في الاتحاد العمالي اللي هو كبير لله الله يبارك فيك حقيقة أنا أشكرك يوم على هذه الاستضافة وأيضا حبيت حقيقة وكل يعني أقدم كلمة شكر للإخوان في مجرس إدارة على حقيقة العزيمة الصادقة وعلى العمل الدوب كفريق واحد كخليط النخل أيضا الشكر حقيقة لمعالي الشيخ وزير الشمهور الرياضية والإخوة وزارة الشمهور الرياضية واللقنة الأولمبية ولجميع محبين حقيقة لهوك لأن هذا التعاون حقيقة وهذا الحديث الجميع اشترك فيه لأنه هو ببناء يعكس طبعا باسم أمان فالجميع حقيقة اشتركوا فيهم والإعلام زاهم الله خير كان لهم دور كبير وإن شاء الله أيضا في يوم غد راح يكون لهم دور في التغطية سواء كان الكونجرس أو المبارك سوبر فكل الشكر وإن شاء الله نتمل التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة شكرا لك لك شكرا بارك الله فيك أحسنت كان هديثنا المشاهدين الكرام عن كونجرس الآسوي للهوكي وكذلك السوبر للهوكي بين النصر والسيب الذي سيقام غدا المستمر معكم إن شاء الله في برنامج الحدث بعد الفاصل لنا عودة والسكمال لما تبقى من برنامج الحدث تفضلوا في البقاء معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 مع السباق نانسي قنقر 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 نانسي قنقر